هذا هو ركام منزل الشهيد كامل أبو بكر في الخامس من أغسطس نفذ الشهيد كامل أبو بكر عملية في عمق تل أبيب من قلب مدينة جنين إلى قلب تل أبيب في عملية إطلاق النار أسفرت عن مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة إسرائيليين آخرين خلال العملية جيش الاحتلال بطبيعة الحال كما هو متعارف أخطر العائلة بهدم المنزل ورغم المحاكم والاستئنافات لأنها رفضت جميعا وخلال الليلة الماضية اقتحم بلدة رمانا إلى الغرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية بنحو مئة آلية عسكرية معززة بجرفات عملاقة وأقدم على هدم هذا المنزل الذي يقتنه ستة من الأفراد اليوم العائلة تبحث عن خيارات بديلة بالتأكيد من خلال استئجار منزل آخر لحين البحث عن مستقر دائم لها في البلدة وإعادة لربما بناء المنزل بعد هذا الإرهاب الإسرائيلي خلال عملية الاقتحام قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوزيع أوراق نقدية مزيفة كتب عليها في رسائل للفلسطينيين أنه يمكن للمال أن يصلح مالا لكن ليس لعائلة مفاككة ينضم إلي والد الشهيد كامل أبو بكر كيف تعاقبون على عملية الهدم لهذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نترحم على الشهداء في غزة في الضفة الغربية ومهما صنعوا من هدم منازل من قتل أبرياء نحن نظل صامدين على هذه الأرض لن نتزحزح هذا مش أول منزل يعني إحنا اليوم حتى نخجل نحكي عن منزل هدم في الضفة الغربية أمام آلة الهدم الصهيونية اللي بتكون في غزة والمجازة اللي قاموا فيها وضبحوا الأطفال والنساء واعتدوا على كل المحرمات الدولية والمؤسسة الدولية من مؤسسة الأنروة، الصليب الأحمر، المدارس، المساجد، المخابز، الكنائس يعني ما ظل المؤسسة محرمة دوليا إلا اقترفوها وإلهم ضربوها وقتلوا فيها عديد من الشهداء فنحن حكينا نحكي عن منزل هدم إلنا في الضفة الغربية ولكن الحمد لله رب العالمين أنه في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة اللي كرم الله سبحانه وتعالى اللي هم المجاهدين من أن تمكنهم من إطلاق حرائرنا في هذا اليوم بعزي وكرامي يعني هذا شرف إلنا أن دماء شهدائنا ما ذهبت سدى وكان لها ثمن وهذا الثمن رأينا بأم أعيننا والحمد لله رب العالمين وكل شيء يهون في سبيل مسر الرسول الله شكرا جزيلا لك بطبيعة الحل الرسالة الإسرائيلية هي تحقيق الردع من عدم تكرار عمليات في العمق الإسرائيلي ضد أهداف إسرائيلية ضد المستوطنين لكن الدرسة التي لم تتعلمها إسرائيل بعد من الضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية أن ذلك وجب هذا الركام وجب لمزيد من الصمود والتحدي في مواجهة الحرب الإسرائيلية حتى انتزاع كافة الحقوق خالد بدير قناة الغد من بلدة رمانة غرب جنين في الأسطين ترجمة نانسي قنقر